اشتركوا في القناة اشكر لكم هذا الحضور وهذا الاتيال لكن كلام الله جليل ما كان ينبغي ان يكون مقرونا بالتصفيق هذا اول ثم انه قد منى الله علينا وعليكم بالحضور هذه وصية عامة يعني الطريق الى الله اعظم سبيل يمكن ان يخططه العبد لكن الانسان لن يصل الى الله الا بالله ويصل الانسان بالله اذا خلصت نيته لربه وكان صادقا وهو يتقلب على فراشه في الليل انه يريد من الله عز وجل ان يهديه المهم ان لا ينطوي قلبك على ان تعصي الله لا تخرج من بيتك وقد بيتت ان تعصيه ولا تمسي وانت قد بيتت ان تعصيه بل يكن امرك على الضد تمسي وتصبح على انك تحب ان تطيع الله فاذا وقع من العبد هذا فان الله عز وجل ارأف من ملك واجل من ابتغي واوسع من اعطى وقد قال وقوله الحق ان الله لا يضيح اجر المحسنين وطرائق الوصول اليه جل وعلا تنقسم الى قسمه قسم يتعلق بالقلب وقسم يتعلق بالجوارح فاما ما يتعلق بالقلب فليس فيه مبلغ عذر قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاتل واما ما يتعلق بالبدن والجوارح فهذا الذي يأتي له العذر قال الله فاتقوا الله ما استطعتم اي بجوارحكم فاما ما يتعلق بالقلب فلابد فيه من ثلاث محبة الله والخوف منه والطمع في رحمته محبة الله والخوف منه والطمع والرجاء في رحمته ينطوي عليها القلب فيكون القلب معظما محبا مجلا لربه ثم لا بد ان يظهر اثر هذا على الجوارح فيرى المؤمن في نفسه ميلا الى الطاعة من عرف الله يستحي من الله ان يسمع المؤذن ولا يجيب ومن عرف الله يستحي ان يأوي الى فراشه وقد بيت ان لا يقوم لصلاة الفجر ومن عرف الله يستحي من الله ان يرى القرآن يرى المصحف يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة ولا يفتحه ويقره فيه ومن عرف الله حقا استحي من الله ان يتناديه امه او يناديه ابوه فيعرض عنهما وقد علم ان الله عز وجل اوصى بهما ومن عرف الله حقا استحي من ان يقل ذكره لربه والله يقول ولذكر الله اكبر ومن ومن عرف الله حقا استحي من الله عز وجل ان تمر عليه سني حياته وايامه وشهوره دون ان يجدد التوبة والانابة الى الله الله يحب من يقبل عليه يحب من يتوب اليه يحب من يرجوه يحب من يسأله يحب يحب من يعفر وجهه في السجود اجلال الله يحب من يذكره يحب من يسبحه يحب من يثني عليه وعظم الناس حالا من عرف الناس بربهم جل وعلا وما قضى انبياء الله ورسله حياتهم الا في التعريف بربهم جل وعلا ليل نهارا وهم يدعون الناس الى عبادة ربهم لا يدعون الناس الى انفسهم والمراد ارى جما من الشباب كثيرا ما شاء الله لا قوة الا بالله في هذا المحفل وحقهم على انفسهم عظيم ساوصي بوصيب والدك او والدك او والدتك كل ما قلته يبقى سبب وقد ينفعك الله به وقد ينفعك الله بغيره وقد ينفع الله من لم يحضر ولم يرني ولم يسمعني ويحرم من قد حضر وسمع لانه لا احد يهدي الا الله اسهل الله لي ولكم الهداء صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالم اللهم اللهم صلى الله